اشتركوا في القناة العلاقة بين الذكر والأنثى لها شكلان علاقة حب وهذه محترمة ونقدرها نقدر عواطفكم ولكن لابد أن يبقى حبا يعني ضمن الأطر الشرعية والعرفية حب إذا كنت تحبها حقيقة تغار عليها من نفسك إذا واقعا تحبها وندائي لبناتي إذا شفتين فرد شاب يدع الحب لك ويقترب منك ليلمس ظفرك فاعلمي أنه لا يحبك مثاله مثال ذعب يتربص بفريسته ليحبك ما يرضى أحد يقيسك حتى هو الحب يعني غير لابد أن يكون ملازما للغيرة فرق كبير بين هذا وذاك ودوما قس الأمر على عرضك وعلى نفسك هذا هو الحب وإلا فهو الهوى وغالبا ما يحصل في المجتمعات وهنا لا بد لي أن أؤكد على أمر قد يقع فيه شبابنا من المتدينين وقد البعض يكونوا من السلك مثلا الدعوي يعني ناشط متدين بالجامعة كذا ناشط ماكو شيء اسمه أختي وأخويا الأخوة واضحة شنو هي أو بالنسب أو بالرضا أكو مو أنه ماكو بس هاي الأختي والأخي بيها قعدات منفردة ومحادثات طويلة ونحو ذلك هذه في حقيقة الأمر مو أخوة أنا ما أهين مشاعركم أرجوكم هي تبدأ أخوة ونظيفة تكون أنا أدري مو كل شيخو جنس ولكن مو عدن شيطان ومو هو نفس وإن كنت على ثقة من نفسك ومن مشاعرك فهل أنت على ثقة من نفسها ومشاعره وبنتي إذا أنت شنت على ثقة من نفسك ومشاعرك ترى الشاب يختلف عن الفتاة هذا خليني بهالمقدار أحجيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر